تعالوا النهاردة ندول اندومي الجديد اللي هو بلده ده ده اندومي كوري بيقولوا انه هو كوري يعني حتى فيه هنا لغة كورية يعني انتاج كوريا الجنوبية عند الراجل المجنوني اللي هناك ده يعني فهو كان ب25 جنيه والمحل اللي بيبيعه دوقتي ب10 جنيه عشان هينتصل حياته اخر شهر اربعة قلت استغل الموقف ده او استغل ده يعني واجيب كل اطعامته ونجربها ونشوف ايه اللي فانا ما بينه هو وما بين اندومي العادي بتاعنا تعالوا لكم الاطعام اللي انا جبتها اول طعم طعم المأكولات البحرية طعم الخضروات بان طبعا من شكله طعم الناكهة الحرة وده انا ما تحمسله جدا جدا ونكهة الدجاج ده اخر واحد جبنا اربعة فتعالوا نفتح جدا ونشوف شكله من جواه عامل ازاي هو زي اندومي عادي خالص انت بتفتح نصه بالزبط وبتحط الميا لحد العلامة اللي هو اقللك عليها تحت دي وبس جدا يعني بيجي معاه كيس واحد بس وفيه كتع خضار جدا جوا انا مش عارف ايه ده بس يعني فيه كتع خضار اكيد شايفينها حتك جدا خضار جدا صغيرة ده اللي في الخضروات ومش جاي معاه معلقة هو ستوك واحد جدا وهو حتة واحدة يعني مش متفتفت ولا ايه حتة واحدة جدا مدورة يعني تعالوا نفتح اللي بالمأكولات البحرية ايه هنلاقي جوا جنباري بقى ولا ايه يوجد برضو الكيس ده وتقريبا فيه حاجات من دي جده صغيرة مش عارف ده ايه ده خضار واللي ايه باين ب들و هنا قوي قوي انا قلت على هيو جنباري بقى بس مفيش جمباري يعني فيه حتة صغيرة جدا يعني ايه ملونة مش عارف ايه ده بصراح تعالوا نفتح اللي بالشطة اه شكل الحاجات ده اغدار يعني بص هنا بانت قوي قوي ممكن مثلا ناخد hitة هي Fam خضار مجفف تقريبا يعني. ففيه خضار مجفف ومش عارف فيه حاجة تانية ملونة جدا مش عارف ايه دي بصلاح. وبرضو جاي برضو معايا برضو الكيس ده. اخر حاجة اللي بيد دجاج. تعالوا نفتح ونشوف. جاي برضو معايا الكيس ده. وجاي برضو معايا قطع الخضار الصغيرة دي. فتعالوا رح نحط الميا فيهم كلهم ونرجع ونشوف طعمهم. طعموهم عمل ازاي. يلا بيمة. دي نحطينه فيهم الميا واستننا خمس دقايق. تعالوا بقى نشوف شكلهم بعمل ازاي. نمسك جدا اول حاجة اللي هو بنكهة الدجاج. نفتح جدا ونشوف شكله بعمل ازاي. طبعا عشان ما فقوش طبعا معاشوك. فجبنا شكرا من عندنا. الخضروات بانت اهي. دي جدا بقت شكلها. الخضروات اللي هي مجففة دي. بقت بينا بقى خلاص. تعالوا نقلب جدا ونشوف. شايف ده بصل ده ولا ايه ده انا مش عارف. بس تعالوا نشوف يعني. تعالوا نضهوا. بسم الله. الطعم البهرات غانية ا stating.lamation يعني طعم الدجاج جامد بازاي اندومي لحب ن Apache Yomet jeit biwene mans يعني. سعود اخد حطة تانية جدا ب bajشانا جدا بانتشوف. اريد اكتث عن الطاعم. طبعا أبقى نشب الشربة بنشوف. Mhmmmn. طعمه بازاي الاندومي العادي. ولكن شكله زاي الاندومي العادي. مع انت بص Reality همشتخينني او ليا حاجة وشكله زائل اندومي العادي! ولكن الطعم بتاعه غاني جدا جدا بالبهارات اللي فيه يعني. والشربة كمان اللي فيه كمان حلوة بس كمان حتت كمان انه هم حطين خضروات جدا فيه مجففة وجدا يعني مدياله ايه طعم حلو. تعالوا نسيبنا جدا منه وندخل على اللي هو بنكهة الحار او الشطع يعني. نفتح ونشوف. اه هالشكل ايه ده? بصوا شكله عامل ازاي? مليان خضار في كل حتة. ولونه احمر جدا. تعالوا حلوة قوي. ولكن هو برضو لا يموته للشطع بقية سلع. يعني هو قبش الطعم اللي هم عايلينا عليه. انا مش هاي برضو هو طعم ايه بس طعم حلوة قوي. وفيه سنة جدا شطة جدا ولكن هو مش هاشت خالص. ولكن طعمه لا حلو. لزيز يعني. طعمه جدا حبه جدا ايه بالخضروات اللي موجودة فيه? بسم الله. طعمه محترم. طعم النكهة اللي فيه محترمة جدا جدا. تعالوا بقى ايه الشربة جدا ونشوف. الشطة حامية سيكة ولكن برضو عجباني جدا جدا. تعالوا نسدنا جدا منه وندخل على المأكولات البحرية. ده انا متحمس له جدا جدا اصلا. ريحته مش مبشرة ريحت زفارة جدا جدا او ريحة جنباري مقلي حاجة زي جدا. ريحة جنباري اوي. تعارف ريحة زفارة جدا جدا. ايه ده استنى ده شكل في جنباري ايه ده. بصوا لقيت ايه استنوا. ايه ده? ولا ايه زي ده ده حتة جنباري بجد. ندومي بعشرة جنين. فيه حتة جنباري. ده ايه الكلام ده? ده هتا تعالى ندومي بسرعة ونشوف. باسم الله. عايز اجيب لك مثلا زي طعم ايه? عارف طعم مسلا السيفود. شربة السيفود. دي طعم شربة السيفود جدا جدا. تعالوا جابس ندوم ايه? الشربة بتاعته. مش مش مصدق نفسي والله العظيم. طعمه عامل زي مسلا شرب الجنباري. شربة سيفود. حاجة زي جدا ورحته جنباري جدا جدا وطعمه اكي انك بتشرب بالزبط شربة سيفود. انا انا منباهر والله العظيمة. غريبة غريبة قوي قوي. ده حرفان احسن واحد لحد ده ده قلته. تعالوا بقى ندخل على اخر حاجة اللي هو بالخضروات. كلهم برضو فيهم خضروات بس ايه بتاع الخضروات? فيه خضروات اكتر سيكا يعني فاهمني? تعالوا ندوق بسم الله. تعالوا عامل زي شربة الخضار عادي خالص بس تعال بس ندوق الشربة يعني. تعالوا عامل زي شربة الخضار عادي خالص او? ما هي اه شربة الخضار. الاربع اطعيمة عجبوني جدا جدا. بس برضو انضف من اندومي العادي. عجبوني جدا جدا اكترهم اللي بالسي فود. انتم تخيل يعني ايه? بخمسة وعشرين جنيه وبتاخد اندومي بالجنبري جمدة جمدة قوي. بس انت ممكن تلحق العرض ده عشان هما عندهم تقريبا بعشر جنيه هتلاقيه في كل سواء ماركت تقريبا او صانع السعادة او تاجر السعادة مش فاكر يعني. ولو تعالوا جمدة جدا جدا. اتمزكت جدا جدا. اكترهم طبعا اللي بالسي فود. و بس جدا. شار في كل مكان. لايك في كل مكان. عايزين نيوصل لمية الف وارو وقت. وانستجرام بتاعي. عشان منقدم هناك عظمة جدا جدا. و كالعادة. دوسا كوتش. سامالك.